بعد مرور ثلاثة أشهر على بدء الأزمة القطرية لا زال النظام القطري يتهرب من واقع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الواضحة والصريحة وينتهج سياسة المراوغة من خلال تدويل الأزمة الراهنة وبث الفتنة عبر وسائله الإعلامية والابتعاد عن محيطه الخليجي ثلاثة أشهر على مرور الأزمة ولا زالت قطر متمسكة بنهج سياساتها الهدامة والمتعنتة انتهى موسم الحج بنجاح ملفت وأتم الحجاج القطريون مناسكهم متجاوزين بذلك كل محاولات النظام القطري في منعهم من الحج ويرجع الفضل لأهله إلى القيادة السعودية وإلى وساطة الشيخ عبدالله بن علي الثاني ثلاثة أشهر أظهرت حقيقة النظام القطري للعالم أجمع وبدورها أسقطت الأدلة والحقائق ما كانت تدسه قطر طوال السنين المنصرمة أدلة تلو الأخرى لم تدع مجال للشك في السياسة القطرية الهدامة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار المنطقة لكنه بالمقابل يبقى التعنت القطري ورفضها للمطالب العائقة دون التوصل لحل الأزمة لا بل أن الاقتصاد القطري خسر خسارة فادحة وهو في طريق الانهيار لازال خسارة ليست مادة للعرض في قناة الجزيرة المرآة العاكسة للنظام القطري منبر خطاب التحريض والكرهية هذا الخطاب الذي أقحمته بين الشعوب وأقحمت الشعوب فيه والذي يرفضه الشعب القطري جملة وتفصيلة وهو شعور متبادل على المستويين الاجتماعي والرسمي فمن الوهلة الأولى جنبت الدول الأربع الشعب القطري سلوكيات حكومته العبثية واعتبرته جزءا لا يتجزأ من المنظومتين الخليجية والعربية مهما حاولت الدوحة أن تظهر نفسها مظهر الدولة القوية فإنها لن تصمد أمام ما توجهه من ضغوطات دولية ولن تجد نفعا محاولات الهروب عن الواقع أمام الاحتجاجات الأهلية التي يستقبلها نظام الدوحة في كل مرة فالحل كان ولا زال وسيبقى في المحيط الخليجي وهو ما يعيه جيدا كل حكيم ترجمة نانسي قنقر